بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم فرشاتي وش حوالكم شراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يارب نهار جديد وفيديو جديد وعام جديد ان شاء الله يلقيكم هذا الفيديو كامل في احسن الاحوال عام سعيد وعمر مديد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ياربي تلقاوا الخير في هذا العام وان شاء الله يكون خير من 2021 ان شاء الله تتحسن حولكم وان شاء الله تحققوا اماليكم واحلامكم وامنياتكم ان شاء الله في هذا العام الجديد ونحمده ربي اللي رانا عايشين في 2022 مع هذ الكورونا وكامل نحمده ربي البنات على الصحة ونحمده ربي على العنى والحمد لله اللي خرجنا سلامات من 2021 مع الامراض اللي كثرت نحمده ربي ولبنات الانسان يحمد ربي على الصحة ثم الهنى اما حاجة واحدة اخرى كل حاجة تجي وحدها وتجي درجة درجة ان شاء الله ما حققتوه في 2021 ان شاء الله تحققوه في 2022 ان شاء الله ياربي وان شاء الله يكون عام خير علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي لبنات كل عادة و العوايط شاركت معكم روتين خفيف و الضريف وما تنسوا الدعم واختكم هنا يا بجام كفروا لي تعليقات لبنات وبرتاجي الفيديو مع الأهل والأصدقاء ونقول لكم يعطيكم صحة وبارك الله فيكم على الدعم المتواصل لبنات اليوم نفضت السالون وانا وبنتي كل واحدة وشرا هي حاكمة انا راني نروح نعاون ونرجع للكوزينة لهذاك الفطور درت الطعام بالجلبانه والفول اليوم حاجة خفيفة بما انو عندي شوية خدمة وايضا مازالي نطيب في المعجون تاع الرنج يا البنات ما حبش يخلاص ذاك الرنج ما عندي وما حبيش نقيسه وراني كل مرة نخدم في المعجون هنا يا البنات راح نذكركم هذا الفيديو راح يكون فيه مساباقه صغيرة بسيطه للتعليق اللي فيه اكثر اكبر عدد من ليجام راح يتحصل على فليكسي يا البنات وان شاء الله عن قريب راح ندير مساباقه هدايا ملا عندي شخصيا راح نشارك معاكم المبلغ الي يدخلني من اليوتيوب راح ندير لكم هدايا للمشتركات الوافيات لقناتي بما انو راكم واحدة ال 15 شكك وفيات نعرفكم 100% صحة وبرك الله فيكم وهكذا راح ندير لكم قرعة راح يكونوا زوج فائزات او ثلاثة وعلى شلالة ماشي اربع فائزات ماشي مسابقه يعني نقول لكم راحوا منا و لعمنا هذا راح يكونوا هدايا رمزية ملعندي يا البنات وان شاء الله عن قريب راح نعلن عن هذه المسابقه اذا الفيديو تعليق اليوم اللي بنات تعليق لي فيها اكبر عدد من اللي جام راح يتحصل على فليكسي ما عندي المهم حبيباتي كما كنت شوفوا راني ديرا سورة البقرة اليوم الجمعة وراني نروح ما بين الكوزينة ما بين الصارو نعاون في سلسابي راني نمسحوا في الغبة اغفلت بركة على هذ الميدا يومين فقط تعمرت غبات كيشغل عندي عم مسحتهاش لغالب يلي نفتح انا تواقي بزاف ونسكن قدام الطريق وطريق لي نسكن قدامها يعني طنوبيلات يجوزوا بزاف ولعبوا البالو وصجر قدامي الغبار يدخلوا نعرف نغلق التواقي المهم حبيباتي هذي هي المرأة لازم ننقيه لازم نمسحه وضروري وكما كنت شوفوا كما كنت شوفوا اللي بناتراني متمنى نقيس هذي الموعن كامل لعليو هذي القراوج هذي السيرفيس هذا والله يقدم بل بزاف كيلي جبتهم معي في الجهاز التاعي ما زالوا عايشين ويشدوا البلاصة بل بزاف نتمنى نبدل كامل ان شاء الله معه هذي العام الجديد نبدل كامل الديكور نحي كامل القرابج نخلي الصالون فارغ المرأة الجزائرية معروف انها تحب تلم 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 وصخته انا يديتها خلاص هذي العدم لعندي يمه وكامل غير يلم القرابج انا يجب عليكم حتى نشري عفصة عزجاج يعني بوكال عزجاج والله غير يغيظني لنقيسه ونخبئه نقول ابنتي ارمي عليك خلي نحتاجه ندير فيه زيت ولكش مع جون المهم يا البنات لازم هذي العضاء انا نحيها من رأسي المهم حبيباتي بزاف القيتارة على الصالون تاعي صاح البنات بما ان الصالون تاعي ضيق بالبزاف 333 الفتاية هذوك الدولي البلاسة بزا بزاف المال ان شاء الله هذي العام ان شاء الله برب ان شاء الله اخير عام ان شاء الله عندي رغم انه شيتهم غاليين وعندهم اللي راهم عندي فيه 10 سنين بالصح راح نحيهم داروا لي الضيق بالبزاف لي ساكراف لي باتيمو ما لازمش تكثر القشو ما لازمش تكثر هكا تخضين هذا وكامل يعني يديرو الضيق حندير حاجة سامبل ان شاء الله كنت بدل سبيغة كنت شوفوا الدنيا تاعي كيف شراه ديرا ان شاء الله ان شاء الله هذا العام يكون عام خير عليها وعليكم يا البنات وان شاء الله انتم تاني واشاكم تمانيين واشاكم حابين تشيروا واشاكم حابين تبدلوا ان شاء الله تتحققوا يعني الاماني تاعكم يعني كل مرة حاجة خاصة اللي عندما عندهم اش الداخل متوسط وضعيف كل حاجة تجيب العقل بشوية 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 خاصة المرأة الجزائرية ما عروف انها كتها بغيت تشري حاجة ولا لمو لها غير بشوية وان شاء الله انسقموا المهم تكون الصحة هنا هذا ما كان هنا البنات بعد ما كملنا امسحنا قاعد دنيا سيقنا البنات حتى اللي زي سكالي بز برا فحفحنا كامل بصانيبو اوليكم صانو تاعي رجعتو يشعل الشعيل توك نروح لهذاك الفطر بما انه اليوم اخر يوم من 2021 كي الناس اللي خرجوا يحوسوا كي الناس اللي سافروا باش يجوزوا العام الجديد احنا يجوزوها في الدار كما راكو تشوفو ما نعارفو للا الريفيون ولا هم يحزانون احنا جوزناهم مع الشغل خاصة البنات لازم هكا خاصة الجمعة التالية باش يقولوا ذراري يقرأ ودوش ونوجو لهم حوائجهم ودوزنه مو النقي والحالة انا بروفيتيت شوية مع السلسابيل باش عاونتني باش ننقي الدار الله الله هكذا باش كي ترجع تقرأ باش نكون اعلى راحتي مع بنتي صغيرة حانين توحشتها بالبزة باش جيتها بالنيولة المهم يا البنات هذا هو الغذة تعناه والحمد لله الفول بالجلبانه بالطعام والبن الحمد لله يا البنات رغم ان الفول ما فيها بنت الفول يعني الفول تعصح لي جيبنين بالريحة و هكا تشمو فيها ريحة الفول مازال باش يوجد هذا هذا يجبوهم الصحراء المهم ما فيها ريحة وبنت الفول المهم حبيباتي بعد ما كملت الشغول التاعي غسلت مواعيني هنا راح نملح شوية كوكا ولما تعرف كيفية تملح الكوكا وتابعوا الفيديو ان شاء الله و راح نحط لكم الطريقة كاملة في القناة الثانية مطبخ الفراشة كامل الوصفات لبنات لبنات كما كنت شوفوا بزاف ما يعرفوا شي حمص الكوكا والممالح شوفوا عندي ارتلتع كوكا و قدرتوا في السنيوة الكوشة التعيرة هي سخونة نحطوا يتحمص مليح مليح يا البنات حوالي 20 حتى 30 دقيقة على نار متوسطة و مرة على مرة نحركوا يا البنات لا تخلعوا 20 و 30 دقيقة لازم يتحمص حتى للقلب مع التحريك المستمر هنا البنات نوجد علاجه نصف كاس آتي و ثلاث مغارف تاع الملح ثلاث مغارف تاع الملح هذه هي طريقة صحيحة لتحضير الكوكا و خاصة يحبوا يديروه كمشروع هذا الملح يجي ملح للكوكا وللحبة للقلب الداخل وهذا الملح مايروح مايروح لا فارينة لولو يا البنات تبعوا هذه الطريقة راح تشوفوا كيف يخرج الكوكا و ناجح انا كانت تجارتي تخدموا البنات يبيعوا زوجة تحار هي ورات لي الطريقة و قليل قليل يعرفوا هذه الطريقة يا البنات كما كنت شوفوا مع التحريك المستمرين و نضيفه هكذا ندير صحراء خفيفة لبنات اليوم نحن تقريبا كل ويكاند نديرو صحراء لا لا بالصح نديرو قعدة شوفوا البنات هذا المال يخلط فيه الملح درته فوق النار يغلي برك غلية واحدة الكوكا وتعنارة تحمص الله الله يا البنات شوفوا ما تحرق له ولا تحمص للقلب وهو سخون نديروه في ايناء من بعد نفرغ عليه هذا الخاليط الملح وهو سخون مباشرة و نحرك البنات كما راكو تشوفوا شوفوا هذا البخار سخون كيف فرغته عليه كيف شراء يطلع هنا نحرك بشوية نحرك بمليح مليح بلما نحيلوا هذه القشرة و نضعه و نضعه في السنواء و نعود للكوشة نقصة كامل حتى ينشف هذا الملح شوفوا و ندخلوا الكوشة مره على مره نحركه بلما نضيح هذا الملح للاسق في الحبه حتى ينشف تماما و نحيه و نجعله يبرد ان شاء الله بركة جربة الوصفة كاملة و ان شاء الله و ان شاء الله نضع الوصفة كاملة في القناة الثانية مطبخ الفراشة شوفوا الكوكا وتاعي كيف يخرج الملح لاسق كامل في الحبه كل حبه راهي فيها الملح و يتاكلوه لبنات يجي مقرمش و يجي الملوحة حتى للقلب يعني الملح يقهم في الفمولة المهم لبنات تجربوا هذه الوصفة و رجعوا لي الخبر في التعليقات هنا حبيباتي وقت العشاء بعد ما كملت قليت الكوكا وجتها و ريحنا سلسبيل سوف يدير في وصاو اللهم لا بل يكفيش يسموها خياتي انا نطيب فئتي هي جابت بيضغلات و دارت فرماج ثوم و كامل و دارت هذه الاكلة شايفتها في التيك توك و لا تتعلم مرة على مرة تدير وصفة لديها لديها تتعلم و هي مصغر هنا لبنات سوف ندير خبزة تعليق طايف ان شاء الله ايضا بالجبن نحط لكم الوصفة ايضا في القناة الثانية و اما الزوجة تعيدة لديه الزليف وهاد لديها بالعني انا اتضاع لكوزينة و سوف ادخل زليف و السلسابيع لم يأكل هم اوكل سيصبح صراحة جاءت بثا اوكل اما الزوج انا و يأكلنا الزليف انا نموت على الزليف درتهولو داخل الكوشه حمرتهولو الله الله كما را كتوفو راه يهبل فيا كل عاده قلت له السنة يبرد هو يحوو صغير وقتاش يحجم عليه وما تقول له كله وما تقول يضرني وضبر راسك المهم قلت له ما كان لح تكثر تاكل بزاف لا خاطر كاينة السهرة كاين القطاع يفوكا وكاوكا وكامل المهم يا البنات هذي هي الخبزة تانا ما صورت لكمش كامل الطريق اهنايا لخاطر يجي الفيديو طويل بزاف وانتو ما تملو راح تلقاو الفيديو كامل في القناة الثانية ان شاء الله يا ربي هذي القطاعي في البنات محشية بالجبن والكريمة جي بزاف بنينا وان شاء الله تجربوها ما تنسوش خياتي او تعليق اللي فيها بزاف اللي يجاب راح يتحصل على الفليكسي ان شاء الله غدوة وهذه هي الخبزة تانايا البنات درنا حاجة حلو وما درتش ريفيون ولا مانيش عارفة الموهمة درت لا جيد على الشجارة ولا غوصن الشجارة ما درت والو قاعدة خفيفة لمبيت فيها زوجة تاعي وولادة تاعي وايضا شاركت معكم هذا في اللايف باش درت قصرة معكم توما ايضا للبنات اكيد بزاف كانوا حاضرين معايا في اللايف البارح وان شاء الله حبيباتي يكون عام خير علينا وعليكم اتمنى وخير ما تستنى وحققوا احلامكم وطموحات تاعكم ولي ما درتوهش في العام اللي فات ان شاء الله تحققوه في هذا العام ودايما نقولكم الانسان لازم يجتهد باش يتحصل على وش راح متمني في حياته وان شاء الله يكون عام خير علينا وعليكم يا رب هذا هو الدرع الفيضي كان انجازي في 2021 وان شاء الله علش لا لا ما تحصلش على الدرع الذهبي في العام 22 ما كاش مستحيل يا لبنات المهم نخدمه وربي سهلنا في امورنا هنالا لبنات وصلنا لنهاية الفيديو مع لي الا نقولكم اطهال الله وفير وحتيكم بزب 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 وولي حبت تنجح في حياتها تكون عاجي نفسها ما كاش حاجة مستحيلة يا لبنات ما كاش مستحيل بركة اتكلوا على ربي وربي ان شاء الله يوفقكم في حياتكم ان شاء الله يا ربي حبيبات قلبي وصلنا لنهاية الفيديو وطلوا فير وحتيكم بزب 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 ونتلقاوا في فيديو اخر الى لقاء سلام نحبكم كامل كامل